موسيقى رئيس الوزراء يستغرب اخراج مناقشة انشاء شركة اتصالات من اطارها القانوني والاقتصادي الى الاستقباب السياسي موسيقى مليشيات الحوثي توجه ببيع ممتلكات وبيوت المعلمين ردا على مطالبتهم بالرواتب موسيقى في اليوم الدولي للعمل الخيري بصمة الامارات الخيرية يترجمها دعمها السخي لليمن موسيقى طب توقاتكم مشاهدين هذه نشرة الاخبار من قناة الغد المشرق استقبل رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد العليمي اللجنة الوطنية للتحقيق بالدعاءات انتهاكات حقوق الانسان لمناقشة اخر المستجدات وعمل اللجنة وثمن العليم الجهود الكبيرة التي يقوم بها طاقم اللجنة الوطنية للتحقيق بالدعاءات انتهاكات حقوق الانسان في مختلف المحافظات مؤكدا حرص مجلس القيادة والحكومة على تقديم الدعم اللازم بما في ذلك تقوية المؤسسات الحقوقية والامنية والقضائية الضامنة لحقوق الانسان وانفاذ القانون استعرض مجلس الوزراء المستجدات الداخلية والخارجية على ضوء التطورات الاخيرة في عدد من الجوانب واجدد الدكتور معين عبد الملك التأكيد على التزام الحكومة بالعمل مع مجلس القيادة الرئاسية على الوفاء بالإصلاحات الهيكلية والمالية والإدارية لتحسين كفاءة الخدمات الحكومية مستعرضا الموقف الاقتصادي والخدمي الراهن في العاصمة عدن والمحافظات المحررة بما في ذلك الإجراءات المنسقة مع السلطات المحلية لتحسين القدرات التوليدية للمنظومة الكهربائية أكد رئيس الوزراء دكتور معين عبد الملك حاجة البلاد في قطاع الاتصالات إلى ثلاثة مليارات دولار لتكون في مستوى ليس كمستوى دول المنطقة لكن على الأقل مثل دول القرن الأفريقية مشيرا إلى الحاجة للقيام باستثمارات كافية في هذا القطاع وقال إن شركة الاتصالات اليمنية الإماراتية معول عليها في تحريك قطاع الاتصالات الحاطة اليوم بعد اجتماع مجلس الوزراء لأسباب كثيرة بعد أيام من الحملات المنظمة ضدها توضح الحكومة الكثير من الحقائق بمختلف القضايا في مؤتمر صحفي عقده رئيس الوزراء معين عبد الملك قضايا عديدة تصدرت هذا المؤتمر أبرزها ملف الاتصالات واستغرب رئيس الوزراء إخراج مناقشة اتفاقية إنشاء شركة اتصالات يمنية إماراتية من إطارها القانوني والاقتصادي إلى الاستقطاب السياسي وإغفال المصلحة الحقيقية للوطن والمواطن يقول رئيس الوزراء إن فريق التفاوض الحكومي ظل يتفاوض لمدة عام على هذه الاتفاقية التي فيها شراكة بنسبة 30% للحكومة ولم يكن هذا التفاوض والاتفاقية شيئا سريا ونقشت باندا باندا في كل أعمال مجلس الوزراء ورفعت بكل وثائقها لمجلس القيادة الرئاسي أعلى سلطة في البلاد وأكد حاجة الحكومة لهذه الشركة لتستثمر 700 مليون دولار مضاف إلى ذلك امتلاك الحكومة نسبة 30% وهي الشركة الأولى في الاتصالات التي تملك الحكومة نسبة فيها بينما الأخريات جميعها شركات القطاع الخاص بنسبة 100% رئيس الوزراء ذكر أن كل الأمور المتصلة بالاتفاقية تمت في قنواتها حسب القوانين والتشريعات الوطنية النافذة مشيرا إلى حصول شركات أخرى على تسهيلات خلال السنوات الماضية لأحدها شركة واي التي أخذت رخصة جيل الرابع بتوجيه مباشر من الرئيس السابق لاعتبارات أن الحكومة بحاجة إلى نقلة للاتصالات وأعطيت تسهيلات غير عادية ولم تدفع الأموال حتى الآن بما في ذلك الأموال لعدن نتوة اليمن بل ذهبت إلى مطالبة الحكومة بدفع 149 مليون دولار للرخصة التي دفعت في صنعاء عام 2006 إضافة إلى شركة سبافون وتحدث أن الاستثمارات القادمة معول عليها أن تقوم بعملية حقيقية لعملية بناء منظومة اتصالات كاملة مؤكدا أن حجم الاستثمار المطروح وحجم البنية التحتية وخطط الانتشار كبيرة بالنسبة للشركة الإماراتية وهي من ستحرك كل قطاع الاتصالات ومعول عليها عمل نقلة نوعية وإن هذه الشركة ستساعد على توفير بيئة أمنية واقتصادية للاتصالات قادرة على أن تواجه متطلبات أبناء المناطق تحت سيطرة الحكومة ومستقبلا كل أنحاء البلاد وجه قادة الميليشيات الحوثية ببيع ممتلكات وبيوت منتسبي قطاع تعليم المطالبين بصرف رواتبهم المتوقفة في حين يواصل المعلمون والمعلمات إضرابهم العام والشامل في سبيل نيل حقوقهم المنهوبة من الإنقلابيين بيع الممتلكات والتهديد بالسجن مصير المعلمين والمعلمات المطالبين بصرف رواتبهم المتوقفة منذ أكثر من سبع سنوات من قبل ميليشيات الحوثي في مناطق سيطرتها ردا على المطالبة بالرواتب ما سينعكس بشكل سلبي على قطاع التعليم وبالتالي على الطلاب وبينما يواصل المعلمون والمعلمات السمرار إضرابهم العام والشامل في مناطق سيطرة الإنقلابيين حتى صرف رواتبهم المغطوعة وجه قادة الإنقلاب ببيع ممتلكات وبيوت المعارضين لحكمهم وتحويلها لصالح صندوق دعم المعلم في مسعى جديد لاحتواء هذا الإضراب وردا على تهديدات رئيس مجلس حكم الإنقلاب الحوثي مهدي المشاط بحبس ومحاكمة المطالبين برواتبهم دعا نادي المعلمين اليمنيين إلى استمرار الإضراب حتى صرف المرتبات وحتى وصول إشعارات مصرفية بتحويل تلك المستحقات لجميع العاملين في قطاع التعليم من مدرسين وتربويين وموجهين وإداريين هذا الحراك من قبل المعلمين والمعلمات لم يرق أيضا للقيادي في الميليشيات المدعو محمد علي الحوثي الذي يوجه عبر منصة اكس تويتر سابقا ببيع بيوت وممتلكات المعارضين السياسيين وتوريدها لصالح صندوق المعلم الذي يرأسه يحيى الحوثي شقيق زعيم الإنقلابيين حيث تسعى الجماعة إلى التحايل على مطالب صرف المرتبات وكسر إضراب المعلمين من خلال صرف مبلغ خمسين دولار شهريا تحت اسم حوافز وفي ذات السياق انتقد نادي المعلمين والمعلمات في بيان له إصرار مكاتب التربية والتعليم في مناطق سيطرة الحوثيين على المضي في اتباع ما تسمى خطة الطوارئ التي دمرت التعليم لأنها قلصت أيام الدراسة من أسبوع كامل إلى يومين ومن عشرين حصة إلى أربع حصص أسبوعيا وأكد أن هذه الخطة تقوم على وعود كاذبة بصرف حوافز شهرية من عائدات صندوق دعم المعلم وجدد النادي الدعوة لمنتسبيه ومنتسبي النقابات التعليمية الأخرى وموظفي التربية والتعليم ليكون الأسبوع الحالي مرحلة جديدة يتم من خلالها تفسيع الإضراب إلى جميع المحافظات لانتزاع الحقوق والمرتبات وحذر تربويون من تدمير قطاع التعليم ومنظومته بسبب انتهاكات ميليشيات الحوثي تجاه المعلمين والمعلمات من خلال الترهيب والأحكام الجائرة بحقهم من دون رادع يردعهم أو قوانين تحكمهم افتتح وكيل محافظات شبو أحمد الدغاري مدرسة شبو للبنات المكونة من 24 فصلا دراسيا وتم كذلك تدشون توزيع الحقيبة المدرسية على التلاميذ بدعم هيئة الهلال الأحمر الإماراتية بشائر عام دراسي جديد في شبوة بافتتاح أكبر مدرسة للبنات في المحافظة بتمويل من السلطة المحلية بعدد 24 فصلا دراسيا وفي إنجاز قياسي لهذا المشروع التعليمي الهام افتتاح تنوية الشبوة البنات بمديرية عتق بتمويل من السلطة المحلية مثلا بالشيخ عوض بن محمد الوزير الذي أعطى جانب التعليمي والتربوي يقول له اهتمامه ونظرا للكتافة المتزايدة في العداد السكام في مديرية عتق نظرا للاستقرار الأمني وتوفر الخدمات فيها اتطلب بنا هذه التنوية التي انتظرناها منذ سنوات فرحة كبيرة لدى الطالبات والمجتمع الأهلي بافتتاح هذه المدرسة بالتوازي مع نهضة يشهدها قطاع تعليم الفتاة بارتفاع عدد الطالبات الملتحقات بالتعليم إلى أكثر من 60 الفتاة شكرا للمجلس المحلي شكرا للمحافظ عوض بن الوزير نشكر كل من بدأ القهد لإقامة هذه التنوية أول تنوية في شبوة وتحمل اسم شبوة أسأل الله عز وجل أن يخرج منها الرائدات في كل المجتمع أسأل الله عز وجل أن يخرج منها الدكاترة والمتعلمات والمهندسات يبنوا المحافظة ويبنوا اليمن كامل شكرا لكل القهود المدرسة عبارة عن 24 فصل واثنين مختبرات وفيها أيضا قاعة الحاسوب وفي سياق انطلاقة العام الدراسي الجديد أيضا كانت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي حاضرة في المشهد بتدشين توزيع الحقيبة المدرسية لتلاميذ الصفوف الأساسية والذي سيشمل كافة مديريات المحافظة في إطار حرص دولة الإمارات العربية المتحدة وأهتمامها بدعم جميع القطاعات في محافظة شبوة اليوم هيئة الهلال الأحمر الإماراتي تدعم قطاع التعليم بمشروع الحقيبة المدرسية التي ستستفيد منها كثير من الأسر في هذه المحافظة وذلك لتشجيع العملية التعليمية وتشجيع الأطفال على الذهاب إلى المدارس وكذلك من أجل التخفيف على أسر الأطفال من كاهل الظروف الإقتصادية التي أثقلت كاهلهم تناقم الدعم المحلي من السلطة المحلية والخارجي من المنظمات المانحة وفي مقدمتها الهلال الأحمر الإماراتي يجسد الأهمية الكبيرة التي يكتسبها قطاع التربية والتعليم بالمحافظة افتتحت في محافظة الضالع فانوية الشيخ زايد النموذجية للبنين بتمويل من دولة الإمارات العربية المتحدة وعبرت إدارة المدرسة عن تقديرها لما وصفته ببصمة خير لروح فقيد الأمة ورجل العطاء والإنسانية الشيخ زايد بن سلطان الانهيان وتقدمت بالشكر لرئيس المجلس الانتقال الجنوبي عيدروس الزبيدي وثمنت حرص المجلس الانتقالي على مساندات العملية التعليمية يحتفي العالم أجمع باليوم الدولي للعمل الخيري حيث رسخ الدولة الإمارات مسيرة من العمل الإنساني والخيري في اليمن اقتصاديا وإنسانيا وإنمائيا من أجل وضعه على طريق البناء والتنمية التفاصيل في هذا التقرير تحتفل دولة الإمارات العربية المتحدة في الخامس من سبتمبر من كل عام باليوم الدولي للعمل الخيري وتخطو الإمارات نهجا متميزا وأسلوبا متفردا في العمل الخيري في اليمن اقتصاديا وإنسانيا وإنمائيا من أجل وضعه على طريق البناء والتنمية فمنذ العام 2015 وحتى اليوم قدمت الإمارات مساعدات لليمن بلغت نحو سبعة مليارات دولار أمريكي شملت خمسة عشر قطاعا مهما كالنقل وتوليد الطاقة والخدمات الاجتماعية والقطاع الصحي والقطاع التعليم والقطاع السمكي ودعم الحكومة والمجتمع المدني فمن عدن ولحج وأبيان وشبوى وخضرموت ومأرب وتعز وحتى سقطرة قامت دولة الإمارات عبر أذرعها الإنسانية الهلال الأحمر الإماراتي ومؤسسة خليفة للأعمال الإنسانية بتشييد المستشفيات والمراكز الصحية والعيادات الطبية المتنقلة التي جابت مختلف المحافظات المحررة حتى وصلت إلى المناطق النائية وفي مجال الزراعة قامت دولة الإمارات بمشروع بناء سد حسان الاستراتيجي الضخم في أبيان والذي سيعطي دفعة قوية للقطاع الزراعي وللأمن الغذائي والمائي بصورة عامة في اليمن وسكان دلتا أبيان أرضا وإنسانا بشكل خاص أما في مجال طاقة والكهرباء نفذت دولة الإمارات مشروع محطة الطاقة الشمسية في عدن بقدرة 120 ميجاواط والذي يعد من أكبر المشاريع لطاقة المتجددة والنظيفة في بلادنا وعهد الحلول والمغالجات المهمة التي أرهقت المواطنين في عدن وضواحيها منذ أكثر من ثماني سنوات وبحسب ناشطين في مجال العمل الإنساني مولى الدولة الإمارات أكثر من 40 مشروعا في الصحة والتعليم والمياه والكهرباء والإغاثة والإيواء والطرقات وحملات التوعية والبيئة والسكان والتدريب والتأهيل وتقديم العون والمساعدة في المناسبات الدينية والاجتماعية وحالات الطوارئ خلال العام الماضي فقط إذن فدولة الإمارات العربية المتحدة وقفت دوما إلى جانب اليمنيين في الرخاء والشدة في كل ربوع البلاد مرسخة بذلك مسيرة فريدة من العمل الإنساني والخيري النشر مستمرة وفيها بعض الفاصل استياء واسع لأولياء أمور طلاب المدارس الحكومية لانخفاض المستوى التعليمي في وادي حضر موت من جديد أهلا بكم مع مرور الوقت ومنذ انطلاق الحرب وضعت تغيرات المناخ وأثار الحرب المصاحبة لها في اليمن في هوية الأزمات اللامتناهية والتي تعددت حولها المطالبات بالتدخل العاجل وإنهاء أثارها الحالية والمستقبلية على خلفية الأزمات السياسية والاقتصادية التي افتعلتها الميليشيات الحوثية منذ انطلاق الحرب تعصف باليمن أزمات إنسانية وتنموية موسعة في ظل مد وجزر من الهدن المؤقتة أتت آثارها جلية للعيان بدأ من آثار الخراب والتدمير الناتجة عن الحرب ووسائل الميليشيات المسلحة والتي خلفت تركة من المباني المهدمة والطرق المتهالكة والجسور والبنى التحتية المدمرة ناهيك عن الأضرار المناخية والسيول والفيضانات وتدهور التربة التي توازت في ذات الوقت مع توقف عجلة التنمية إلى مندرة في بعض المدن المحررة وحسب ما جاء في دراسة للمعهد النرويجي للشون الدولية عن الوضع في اليمن حول أثار الانقلاب الحثي ومواجهته لوحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم بسبب الظواهر المناخية وما جاورها من ضغط إضافي على ممارد المياه بسبب الظواهر المناخية وما جاورها من ضغط إضافي على موارد المياه والأراضي وزاد من شدتها تفكك أليات الحل الشامل وجهد السلام واستمرار الحرب التي أشعلتها ميليشيات الحثي المعهد في دراسته نبه إلى أن الظواهر المناخية القاسية دمرت مرافق الريء وأدت إلى فقدان سبل العيش الزراعية في اليمن مما أدى إلى زيادة عدم الأمن القذائي وسبل العيش حيث أدت النزاعات التي طال أمدها والكوارث المرتبطة بالمناخ والنقص الحادي في المياه إلى تفاقم الهجرة القسرية والنزوح في البلاد ما شكل ضغطا إضافيا على البنية التحتية في المناطق المحررة مخاطر متعددة تحيط بهذه الأزمة ومستقبلها من الناحية المناخية كارتفاع درجات الحرارة وارتفاع مستوى سطح البحر وتغيير أنماط هطول الأمطار قدمت من خلالها الدراسة مطالبات من منظومة الأمم المتحدة والشركاء الدوليين باتخاذ خطوات عاجلة لزيادة المساعدات الإنسانية التي تعالج من أثار هذه الكوارث وطالبت بتسهيل الوصول بشكل عاجل إلى التمويل المناخي الموجه نحو التنميات والدعم الفنية الصلاة لسلطات اليمنية ومنظمات المجتمع المدني المحلية عبر أولياء أمور طلاب المدارس في وادي حضر موت عن استياءهم الشديد لانخفاض مستوى التعليم في المدارس الحكومية والذي يهدد حق أبنائهم في التعليم ويقلل من فرصهم في الحياة هذه المشكلة سببت قلقا عند الأهالي لخطورتها في زيادة نسب تسرب الأطفال من المدارس يصطف هؤلاء الطلاب في مدينة سيئون استعدادا ليوم تعليمي جديد تعليم تأثر سلبا بأوضاع وأزمات اليمن مما تسبب في انخفاض المستوى المعرفي وضاعف من مخاوف الآباء من تهديد حق أبنائهم في التعليم والحياة طالب يحمل وزنه من الكراريس والدفعتر ولكن الفحوة ما فيه ما فيه تعصله معناته تقاوبه تعاليه وانحلولك وانكراريسه يشوفه ويهك ليه لأنه ما فيهش انصياه لا من المدارسين كمالنات ما فيهش والعصى لمن عصى ما فيهش الآن حق يا برودي دي ما بتجيب تعليم دي هناك ضعف كبير بالنسبة للجيل الجديد هذا عندهم ضعف في كثير من بشكل عام في المستوى التعليمي وأيضا في كثير من المواد يعني مثلا في اللغة العربية تلاحظون الطلاب كثير عندهم ضعف في القواعد التعليم يعاني من أضرار في البنية التحتية ونقص في الموارد المالية والبشرية الطلاب في المدارس يجدون صعوبة في القراءة والكتابة والمعلمون يبدلون جهدا ذاتيا ضد الجهل إلا أن ظروف التعليم كانت كبيرة فهشمت ما تبقى من القواعد الأساسية للتعليم أسباب تدني التعليم يعود السبب الأول إهمان المعلمين بشكل عام لأن حقوقهم مهضومة إلى الآن نحن في شهر 9 ولم نستلم راتب شهر 8 يتعلق الأمر بعدة أسباب راجعة لربما الظروف الاجتماعية والحياة الاقتصادية التي عيشها أيضا متعلقة بالمناهج تحتاج في كثير من الأحيان إلى تحديث وإلى تطوير في أساليبها ظروف التعليم الصعبة تجعل الأطفال في وادي حضرموت أكثر عرضة لخطر التسرب من المدارس والتعنيف والتجنيد وفقد فرصهم في الحياة إصلاح مشكلة التعليم يتطلب إعادة النظر في النظام التعليمي وتأمين حقوق المعلمين وإلزامهم بواجباتهم مع توفير الدعم النفسي والاجتماعي للطلاب والمعلمين محمد بحفين الغد المشرق سيون والآن ننتقل لأخبار الرياضة أعلن نادي الشباب السعودي تعاقده رسمياً مع البلجيكيان كراسكو القادم من صفوف أتلاتيكو مدريد وأخذ كراسكو 266 مباراة مع أتلاتيكو مدريد أحرز 47 هدفاً وساهم في صناعة 45 هدفاً أيضاً وأحقق مع النادي الإسباني لقبي الدور الإسباني وكأس أوروبا طلب منظم مهرجان الرجل المحترق في صحراء نيفادا الأمريكية من عشرات الآلاف من الزوار ترشيد استهلاك الطعام والماء والوقود بعد أن ضربت عصفة منطرة المنطقة وغرق المشاركون بالمهرجان الذي يستمر أسبوعاً ويحضره أكثر من 70 ألف شخص في الطين ومنع القائمون على الحداثة المركبات من دخول أو مغادرة المنطقة بعد أن غمرتها الأمطار الغزيرة ويخصص المشاركون في المهرجان وقتهم لفن وبناء المجتمع وتعلم كيفية تدوير النار تعتزم شركة جوجل منح مستخدمي تطبيق اجتماعات الفيديو الخاص بها خياراً يتيح لهم إرسال مساعدة الذكاء الاصطناعي إلى الاجتماعات بدلاً عنهم وأعلنت جوجل أنها طورت المساعد الشخصي الذي يعمل بالذكاء الاصطناعي ليكون رفيقاً في الاجتماعات يسجلها ويدقق ويقدم ملاحظات حول الاجتماع وتقديم ملخصات حول وقائع الاجتماع وتستعد في جوجل زيادة إنتاجية الموظفين ومساعدتهم على عدم فقدان التركيز حول الملاحظات وتفويت أي معلومات في حال تغيبوا عن الاجتماع نهاية النشرة تذكيراً بأبرز العناوين رئيس الوزراء يستغرب إخراج مناقشة إنشاء شركة اتصالات من إطارها القانوني والاقتصادي إلى الاستقطاب السياسي ميليشيات الحوثي توجه ببيع ممتلكات وبيوت المعلمين رداً على مطالبتهم بالرواتب وفي اليوم الدولي للعمل الخيري بصمة الإمارات الخيرية يترجمها دعمها السخي لليمن اشتركوا في القناة